الكهة الثانية أبدأها بغيرة غيرة شخصية أنا عندي غيرة شخصية ولو سمحتم خلوني أعلن ده بشكل غيرة مهنية في مصر عندنا رئيس وزراء فاخر بيعمل مجهود وبيتعب ويشتغل طول الوقت وبشتغل في ظروف صعبة جداً في بلد فيها مشاكل كثيرة النهاردة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان في لقاء في البي بي سي العربية واللقاء ده بصراحة قبل فيه رئيس الوزراء المصري بلاء حسناً لأنه فاكرين بالصدفة لسه بكلمكم بارح هم هم نفس الأسئلة هم هم نفس الحكايات ولكن هذا الرجل كان جاهزاً جداً للإجابة على الأسئلة وخلينا نبص على تلات أسئلة بالتحديد نقتهم أنا من الانترفيو ورأيي أن دول تلات أسئلة صعبين يعني اللي كاتبهم المعد للسيدة الزميلة المزيعة جاب له تلات أسئلة تؤال سؤال منهم عن الديون سؤال منهم عن الجيش ودور الجيش في الاقتصاد المصري والسؤال بتاعنا اللي دايماً يا أولاد معانا عن حقوق الإنسان خلينا الأول نشوف السؤال الأول اللي كان عن الديون هل مص عليها ديون كتير هل مص تقدر تدفع ديونها؟ نشوف الدكتور مصطفى مدبولي اللي كان ثابت جداً وعلى فكرة مش عيب أنه يبقى فيه مسؤول فيه لقاء يتم مهاجمته ويبقى يعني عنده مشكلة في إجابة على سؤال أو وارد بتحصل بتحصل مع أكبر قيادات في العالم إنما الدكتور مدبولي بصراحة كان جيداً جداً في اللقاء ده خلينا نشوف السؤال الأول اللي عن الديون ونرجع تاني إحنا كحكومة ويجب أن إحنا نبعثين إحنا مش منفصلين عن الشعب إحنا جايين من الشعب نفسه وبالتالي إحنا نعي تماماً حجم التحديات والمشاكل اللي متركمة اللي موجودة في مصر لكن الأهم إيه؟ إن إحنا نكون مدركين ومعترفين بيها وبنتحرك عشان نصلحها وهو ده الأهم وده اللي بيعطي الأمل للمواطن والشاب إن فيه أمل وفيه تغيير إيجابي بيحصل لكن هل معنى الكلام ده إن الوضع دلوقتي وضع مثالي بالتأكيد لا؟ هو بالذات ليس مثالياً فيما يتعلق بالدين لأن نسبة الدين لإجمال الناتج المحلي كبيرة يعني نتحدث عن 89% في 2017 هذا رقم طبعاً قديم نسبياً الآن يتوقع يصل ماذا؟ 93%؟ إحنا النهاردة 91% ويمكن إحنا مستهدفين وده يمكن كان خليني أقول لحضرك إحنا بدأنا كان 180% من أربع سنوات وابتدينا ناخده في مصار تنازلي ولغاية قبل كورونا كنا وصلنا لـ 87% وكنا مستهدفين لولا كورونا إن إحنا نوصل لـ 83% وأقل لما حصلت كورونا طبعاً حصل نتيجة وده حصل في العالم كله زاد الرقم وصل إلى 90% والساني إحنا دلوقتي خطتنا إن إحنا بناخده في الثلاث سنين القادمة إلى المصاري النزولي مرة أخرى ويمكن ده بالتنصيق مع كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصندوق النقد الدولي إن إحنا إزاي نرجع تاني للمصاري التنازلي في خلال الثلاث سنوات دول كتعافي من موضوع كورونا ولكن إحنا كمجموعة اقتصادية في الحكومة عارفين كويس قوي حجم هذا التحدي وإزاي إن إحنا حنتعامل معاه لإن مهم جداً مهم جداً إن إحنا نحتفظ بأرقامنا طب كيف ستتعملون معنا؟ والثقة اللي يعني كانت موجودة النهاردة واكتسالها لك يعني الأرقام تثير القلق يعني 137 مليار دولار دين خارجي وستة تريليون جنيه دين داخلي كيف وصلنا إلى هذه النقطة وكيف سنخرج من هذا الوضع؟ تاني أنا اسمحيلي في النقطة بي رحية اقتصادية مهمة جداً أي دولة أي دولة وقتصادها بياني في البدايات بيبقى ممكن إن هي مصادر التمويل بتيجي من أكثر من شيء بيبقى ممكن جزء منها من خلال الاستدانة سواء الخارجية أو الداخلية لغاية أن بيقدر الاقتصاد يقوى ويكون قادر على رد هذه المبالغ وكل النمور الأسيوية بدأت بهذا الشكل وخلينا نتكلم بمنتهى الأمانة أكبر اقتصاديات في العالم النهاردة هي أكبر اقتصاديات مستدينة ولو نبص للدول العملاقة والعزمة أنا بتكلم هنا على بعض الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى هنلاقي حجم الدين اللي فيها كبير لكن أنا عايزة أقول لحضرتك أنا اللي يهمني إيه مش الرقم الدين كرقم أنا يهمني نسبته قد إيه من الاقتصاد ومن الناتج المحلي الإجمالي ما هي نسبة المثلة في رأيك؟ إحنا النهاردة بالنسبة للدين الخارجي إحنا ما زلنا في الحدود الأمنة اللي هي 32% من الناتج المحلي الإجمالي وأقل وبالتالي حتى هذه الأرقام إحنا مستهدفين في الثلاث سنوات القادرة فحضراتكو عارفين طبعا زي ما بقولوكو إنها أسئلة أنا ما بقولش إن فيه مؤامرة ولا فيه حاجة ولكن هي دي الأسئلة دائما المعتادة أي مراسل أجنبي جاي من بره عايز يتكلم في الموضوع ده فهي الزميلة قررت بقى إنها تزاود الدوز شوية خلاص تكلمنا عن الدين وبتاع ده كلام اقتصادي خلينا كلمك عن الجيش تعارفين طبعا فيه ناس عندها إحساس إنه كلام عن الجيش ده كلام محرم كلام ممنوع دخلنا في مناطق الألغام فقالت له دور الجيش في الاقتصاد المصري إيه دور الجيش في الاقتصاد المصري الناس بتتكلم إن الجيش له دور كبير داخل الاقتصاد المصري نشوف رد الدكتور مصطفى وزي ما بقول لحضراتكو قبل بلاءا حسنا نشوف طيب هناك من يعتبر إنه من خبراء اقتصاديين دوليين يعني أن حصة الجيش وهيمنة الجيش على النشاط الاقتصادي في مصر يؤخر يعني يكتبح جماح الاقتصاد المصري إنه ينطلق بكل عنفوان يعني وهذا مثبت في تقديرات يعني البنك الدولي مثلا لو يعني تريد دكتور مصطفى البنك الدولي يقول إن 60 شركة تابعة للجيش تعمل في 19 صناعة في مصر من إجمالي 24 مدرجة على جدول GICS اللي هو الجدول العالمي لتصنيف الصناعات هل هذا يعني يثير مخاوف لدى القطاع الخاص المحلي والدولي من أن يدخل في ينافس الجيش؟ طيب خليني ممكن أنا سعيد جداً بهذا السؤال وخليني أوضح بحضرتك في كل دول العالم يبقى دائماً هناك الدول بتدخل في استثمارات في قطاعات استراتيجية لهذه الدولة اللي شايفاها من وجهة نظرها تمث الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي لها وإحنا درسنا كل التجارب العالمية في هذا الشكل لو إحنا حنتكلم على حجم حجم المؤسسات اللي حرج بتكلمي عليها التبع للقوات المسلحة لا تمثل شيء بالنسبة للاقتصاد المصري كم تمثل؟ أقل من واحد في المائة إحنا بنتكلم هنا أقل من واحد رئيس السيسي قل ربما اثنين في المائة ولكن هنا في 2016 يعني أنا بقول لحضرتك مع الأرقام النهاردة ونمو الاقتصاد أنا بقول لها لحضرتك أقل من واحد في المائة وبالتالي النهاردة الشيء المهم جداً واللازم إن إحنا نعين الدولة المصرية في هذه الفترة السابقة الاستثنائية وخروجاً من ثورات ودائماً كان الاقتصاد المصري هو اعتماده وسيظل اعتماده على قطاع الخاص وإحنا عارفين هذا الكلام وإن إحنا بنقول إن هذه الفترة هي فترة استثنائية فترة أنت مضطرة ولكن بدأ يعني جال أعمال يعربوا عن امتعاطهم هو حضرتك يعني خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة لما نجي نبص لهذه القطاعات اللي حرجتك كلمة عليها أغلبها الغلبية العظمى منها في قطاعات القطاع الخاص فيها مكانش موجود أو متواجد بنسبة قليلة جداً لا تكفي الاحتياج الاقتصاد المصري ودي أهم شيء وبالتالي أنا كنت بستورد كميات هائلة وبسدد بعملة صعبة في بعض الصناعات نتيجة لأن القطاع الخاص لم يكن يغطي أكتر من 10-15% أو 20% من هذه القطاعات تاني عايز أقول له حضرتك حاجة إحنا كدولة بنعمل إيه؟ في هذه المرحلة أنا مضطر كتجارب كثيرة جداً أزود الاستثمارات العامة من كل مؤسسات الدولة عشان أبني دولتي أبني بنية أساسية كبيرة جداً حجم الإنفاق الضخم اللي اتعمل في الفترة اللي فاتت في استثمارات عامة أكتر من 50% منه فقط في بنية أساسية يعني ستستمر هذه النزعة أم ستتجهون للقصفصة؟ لا طبعاً لا طبعاً لأن نلاحظ أن شركات مملوكة للجيش اتجاه القصفصة أو وطنية أو وصافية يمكن السيد الرئيس الجمهورية أعلن صراحة أن احنا هنطرة طبعاً زي ما حاكم شايفين الكريشندو أن احنا قلنا لك الأول ديور وبعد قلنا لك الجيش وده على فكرة هو الانترفيو لازم يبقى كده حق ربنا يعني؟ عايزين حق ربنا؟ ماينفعش الانترفيو بتاع اللي هو السؤال الأول معقولة حلاوتك دي السؤال الثاني ايه الطعامة دي كلها؟ السؤال الثالث انت جايب الحلاوة دي مني؟ يعني ماينفعش ان دي يبقى مستوى الحوار الحوار كله to the point يعني في الموضوعات الناس فهمها وعرفها بس هو يبقى مفيد جداً انه يتسائل وانه يقدر يرد للعالم كله لان البي بي سي دي للعالم كله طبعاً وصلنا للزغلول الكبير الموضوع اللي احنا دايماً زي ما طارق كان بيسأل الرئيس عن فتاح السيسي عن حقوق الإنسان لازم برضو الزميلة بتاعت البي بي سي تسأل عن حقوق الإنسان في مصر وده السؤال التالت وحقول لحضراتكو تعليقي بعد ما نسمع إجابة سيد رئيس الوزراء عن هذا الأمر نسمع وحتى لما نجي نتكلم على قضية حقوق الإنسان اللي حضراتك بتفسيريها نتكلم على منطلق كيف يرى الغرب مسألة حقوق الإنسان في الدول النمية والشرطة كله وليست في مصر فقط على الأخص بصفة عامة لازم نعي أن ظروف كل هذه الدول بتختلف من دولة إلى أخرى وبالتالي إحنا لما بننظر لقضية حقوق الإنسان حقوق الإنسان هي قضية متكاملة حقوق اجتماعية حقوق اقتصادية حقوق بيئية وحقوق سياسية هذا هو تعريف المصر الذي نسمعه كثيرا من المسؤولين المصريين عن حقوق الإنسان ولكن عندما نأتي للحريات كحرية التعبير حريات الصحافة مصر تصنى في غير حرة على تصنيف Freedom House المؤسسة الأمريكية نفس التصنيف على مراسلون بلا حدود يعني الترتيب متردي جدا للصحافة المصرية الحرة والشكوى من أنه يزج بصحفين في السجون احتجاز سنوات بدون توجيه محاكمة ومخالفات كثيرة جدا هل هذه المؤسسات كلها طبعا نفس الشيء في Amnesty International و Human Rights Watch هل يعني هذه المنظمات تتآمر على مصر لتشويه صورتها؟ ليس الموضوع موضوع تآمر ولا كلام ده كله ولكن تاني مرة أخرى اسمحي لي أن أنا أوضح الظروف بتاعت كل الدول بتختلف من دولة إلى أخرى ويعني لا يمكن تطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها في العالم المتقدم بطرق معينة على كل الدول الأخرى أو دول العالم النامي دائما هناك ظروف ممكن أن تكون مختلفة أو نظرة لهذا الموضوع بطريقة مختلفة ويمكن إحنا تحدثنا مع مسؤولين كبار مسؤولين في دول كثيرة جدا لتوضيح الصورة لأن المشكلة الحقيقية أن الصورة بتكون غير مختلفة وخلينا أكمل أكمل بس حضرتك أكمل المشكلة الحقيقية أن هذه المؤسسات وأغلبها بيستقي معلش تقاريره من حالات فردية بتبقى موجودة لا يمكن القياس عليها أن هذا هو الوضع العام اللي موجود في الدولة المصرية بظروفها اللي بتبقى موجودة فيها ولكن أنا أستقل من مشاهدة التلفزيون دكتور مصطفى يعني هل الإعلام المصري متنوع أم أنه يتحدث بصوت واحد ولماذا هو يفتقل للتنوع لا هناك نوع من التنوع بالتأكيد وفيه أراء ورأي آخر ولكن خلينا نتكلم أنه لم يعد فقط التلفزيون هو المنصة هناك العديد من المنصات اللي بيظهر فيها الأراء وتبين الأراء ولكن حتى في التلفزيون هناك تنوع وهناك نقد الأوضاع كثيرة جدا يوميا هل يمكن أن ينتقد أحد على التلفزيون أو في الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروع الرئيس عبد الفتاح السيسي أو أن يطرح سؤالا عن تداول السلطة أو أشياء من هذا القبير أنا عايز أقول لحضرتك ده بيتم بالفعل وبيحصل هذا النقد على انتقاد وموجود لا ده موجود بصفة عامة وموجود وبيناقش بشدة وخليني أقولها بكل الحقيقية إحنا هنا مساحة الموجودة وحتى المناقشات اللي حارك بتقولي إنها يعني ممكن تكون مش كافية لأدى هي أفضل بكثير من دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط بكثير جدا 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 يعني إذا استخدمت عن فكرة القياس النسبي لا نصل إلى أي شيء ولكن هناك من يحلل هذا غياب التنوع إلى هذا الحد في الإعلام المصري لأنه مملوك لجهات قليلة جدا يعني القليل من الجهات تمسك بزمام الأمور وهي محسوبة على الأجهزة الأمنية خلينا اتكلم بالعكس النهاردة إن إحنا الدولة بتحاول بقدر الإمكان تعمل التوازن لأن هناك الحقيقة يعني منصات كثيرة جدا إعلامية النهاردة موجودة وخلينا نتكلم بهذا الشأن كلها موجهة ضد الدولة المصرية فإحنا بنحاول بقدر الإمكان نعمل التوازن ونشرح الوضع الحقيقي من خلال بعض المنصات اللي الدولة بتشرف عليها أو تملكها ولكن في نفس الوقت المسيحة بينج بونج محترم ست عندها أرجمنت عندها حجابة قولة والراجل بتاعنا بيرد بالمنطق اللي هو فهمه فيه بينج بونج محترم وأنا عجبني جدا التخريجة اللي قالها دكتور مصطفى مدبولي لأنه هي واخدة نفس السؤال اللي كانت زميلة لها سألته لإحدى عضوات مجلس الشعب السابقات هو هو نفس السؤال والسؤال ده يوم ما تسأل للعضوة السابقة في مجلس النواب جوة البي بي سي ما كانش فيه رد واضح بس هو قال زاوية مهمة جدا ويجب إن إحنا نفهمها هم دايما بيسألوا على التلفزيون يقول لك هو فيه في التلفزيون طيب سواء كنا هنقول إن فيه أو ما فيش هناك منصات أخرى كثيرة في مصر كل يوم تستطيع إنها تقول للرئيس بيم وبيم البيم كل يوم كل غير المنصات اللي موجودة خارجية يعني هناك إعلام آخر هناك إعلام موجود لم لا تستطيع الدولة المصرية أن تمنع أحد من إن هو يقول بيم خلاص دي بقيت حقيقة كان زمان بقى لما كانت القناة الأولى والقناة التانية أنتوا فاهمين إزاي؟ إنما مرة أخرى اللي أنا لسه كنت بقوله إمبارح ويمكن كان الانتريفيو دا متزعش الانتريفيو دا متزع من ساعة الناس دي يا جماعة بصة للتطور الديمقراطي في مصر بمعاييرهم دي ست جاية من بريطانيا فالمعايير في بريطانيا إيه؟ هات المصطرة وحطها عند مصطفى مدبولي بقى مصطفى مدبولي هو بوريس جونسون ويجب أن يكون هذا الأمر موجود نعم نحن لسنا متطورين بالقدر نعم نحن لسنا متطورين بالقدر الديمقراطي المطلوب نعم نحن لسنا متطورين بالقدر الديمقراطي المطلوب وأمامنا لسه خطوات كثيرة في التعبير عن الرأي في المشاركة السياسية في التداول والسلطة في كل هذه الأشياء طبعا لسه لأن أنت العشصين اللي فاتوا دول اتكابلت كم مرة كل ما تيجي توصل للمرحلة اللي أنت عايز توصلها فالدنيا تتقلب والدنيا تتنايل والدنيا تبوز والاقتصاد يتكسر وكل هذه الأشياء فهو بيقول لها إحنا ظروفنا غير ظروفكم إحنا الحاجات اللي إحنا عايزين نعملها غير الحاجات اللي أنتوا بتفكروا فيها فطبعا السؤال اللي كان بيسألوا الرئيس في مؤتمر الشباب لما قال لهم يا جماعة اسألونا عملنا إيه في تكافل وكرامة هي مش عايزة تكافل وكرامة هي مش عايزة حياة كريمة هي مش عايزة هو فيه كم طريقة بنا هي عايزة تسأل هو الجيش ساهم في بناء كم طريق هو ده الموضوع هي مش عايزة ده هي عندها معايير في دماغها عشان كده دايماً هتفضل معاييرنا ومعاييرهم وعلى فكرة إحنا ما بنقولش إن معاييرهم غلط عشان أكون واضح بس عشان ما حانش فهمني غلط إنما هي جاية بمعايير أخرى ليست معاييرنا وليست ظروفنا وإحنا قدامنا وقت عشان ده يحصل وزي ما قلت لحضراتكو هنا صانع القرار في مصر قدامه حاجتين إن أنا أسرع بهذا الأمر عشان أوصل للمستوى بتاعك بس أنا عايزة أعرف أنا حقدر أعمل ده واللي أو إن أنا أتخذ القرارات في الوقت الذي ينواسبني هي بتقوله إيه؟ بتقوله إمتى مناسب إمتى مناسب بس نشم نفسنا ما وإحنا برضه فيه ناس بتاكل وناس بتشرب وناس عايزة طب اللي اثنين ممكن يمشوا مع بعض آه ممكن يمشوا مع بعض بس أنا سرعته أكتر طب أنا أتحمل ده أتحمل أي انتكاسة تحصل فيه هنا التفكير هنا الموازنة إنما بصراحة الراجل في الانترفيو اتقاله كل حاجة اتقاله كل حاجة يعني ما يعني ما أسروش معه في حاجة وكان متماسكا مذاكرا لأنه طبعا هنا برضه أنا معلش ما تزعلوش مني إنما بره دائما عندما يكون فيه شخصية همة عندها لقاء هم بيقعد ناس حواليه يسألوه يقول له انت حد تسئل أنا ما بتكلمش على حد أنا بتكلم على رؤساء زي رؤساء أمريكا رؤساء وزراء بريطانيا المستشارية الألمانية يعني دول أما يبقى عندهم انترفيو مهم بيقعد حواليه أربعة خمسة أمين المحيط بتاعه ويعملو له بروفا هي الساتة بتاعت البي بي سي جاء تسأله عليه مش ممكنك هتيجي تسأله مثلا عن الحفل الختامي لمنتدى الشباب أنا لو قاعد وكان الأستاذ دكتور مصدامة بولي قال لي هتسألني فيه هلأك 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 في واحدة ثلاثة أربعة طبعا وهو عارف وكل الناس اللي حواليه عارفين واضح إنه كان مذاكر واضح إنه كان مستعد وهذه مسألة أهمة وعلى فكرة هي مش قضية مين يكسب أو العند أو 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 إنما دي القضية اللي أنا دايماً بكلم حضراتكو عليها من يوم حصل السجال التاريخي أنا بعتبره تاريخي بين الرئيس ماكرون وبين الرئيس عم فتاح السيسي وجهاً لوجه أما قال له إحنا عايزينكوا تعملوا كذا وكذا وكذا فقال له بس إنتا ما تعرفش إحنا ظروفنا إحنا بنعمل إيه عشان كذا وكذا وكذا قال له لأ بأنتم ممكن تعملوا بتا قال له لأ بس إحنا برضو عندنا الظروف محتاجة يعني وجهتين النظر اللي موجودين دول هو يا جماعة مين يكره إنه الحياة تبقى منطلقة من الصبح للليل إن الناس كلها كل واحد يقول له هو عايزه كل واحد يعمل له عايزه الأحزاب تبقى تشتغل الجرائد تبقى بتكتب مين يكره بس إمتى وإزاي هنا بقى دي وجهة نظر الإدارة المصرية بتقول لك والله أنا دلوقتي ظروفي ما تسمحش بالكلام ده أنا عندي حاجة عايزة أعملها وعلى فكرة أنا استغربت جدا إنه من كم يوم لما الرئيس كان بيتكلم وبيرد يقول له إيه إنت فعلا لو إديناك الفلوس حتخلي الناس تنزل في الشرع يا جماعة ده تشبيه كناية فجروف سبيتش يعني طريق حوار هو مش بيقول لك إيه إديني الفلوس وأنا سيب الناس تنزل تعمل يعني يعني هي المسألة مش عاملة كده يعني هو مش ديك كده قال له إيه يعني لو جبنا لك فلوس سيب الناس تنزل تعمل إيه السزاجة اللي أنت هو بيقول لك الوضح هو بيحاول إنه هو يشرح لك الحكاية بتاعته عاملة زي هو بصص لها منين فده معنى إنه من كم يوم لما طارق سأل اللي هو جاي من منتكر له الأسئلة ثم الزميلة اللي جاي من بي بي سي سألت مصطفى مدبولي تقدر تفهم بالزبط المسائل المنتاليتي أو العقلية الناس دي بتفكر زي هما بيفكروش غلط واللي هما بيطلبوه هو ده أساس التطور في العالم وهو ده اللي لازم تقدر توصله المساواة والعدل والديمقراطية وتداول السلطة وإنه الناس كلها تاخد حقوقها وإنه الناس كلها تقدر تعبر عن نفسها هي دي حقوق الإنسان طبعا وإحنا حنقلف طبعا هو ده اللي لازم يجرى فأنا بس حبيت أوريكوا الحكاية دي الجزء الشخصي بقى دكتور مصطفى أنا أظن أن ده اللقاء التاني أو التالي تليك في التلفزيون مش تاوي تعمل بقى لقاء مع مزيعين مصريين مش لازم معايا يعني إحنا برضو بتوعك يعني إحنا برضو يعني ده الإعلام بقى لمصر مش ناوي يعني يعني أنا قعدت أبص كده قلت طيب يعني أنا معرفش أقول الكامل سؤال اللي وراء بعض دول هنقولهم يعني وحنتكلم وحنسألوا بتاع إدونا فرصة يا جماعة إدونا فرصة لازم المسؤولين المصريين يعني يدوا فرصة برضو للإعلام المصري ما أنا كمان تيجي تقول لي تقول لي أنت المعلومات بتاعتك طيب أنا هجيب معلومات منين أنا لازم أكون منفتح على المسؤولين قادر أن نوصل للمعلومة بعض مع المسؤول أسأله أخذوا يعني هي الأستاذة الفاضلة دي لم تكن يعني متجاوزة وعلى فكرة لا هي سلطة عائلة ولا أنا هو شفته خرج عن شعوره هي بتكلمه بالطريقة اللي هي متعلمة فيها مدرسة البي بي سي المواجهة بالأسئلة أيا كان السؤال والراجل رد على الأسئلة بصراحة بشكل جيد فأرجوك بس يعني أنا مش عايز لا يفتكر مثلا أنا اللي بقدم إن أنا عايز أعمل انترويو لكن أنا الأوام بقى افتحوا لنا يا جماعة آه يعني المجال إنه قادر أعمل انترويو مع رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية يعني نقدر نعمل الكلام ده علشان برضو الناس لأنه أنا ملاحظ إنه الأسئلة دي والتصريحات دي ما بيجيش غير للصحافة الأجنبية بس يعني لازم يبقى صحفي أجنبي اللي يسأل وياخد إجابة ويمشي إنما طيب الإعلام بقى المصري اللي موجود ناس اللي بتنحط في الصخر كل يوم وإيديها في الشغل وعندها تحمل أسئلة وهموم المواطن يعني إحنا ما إحنا بنقابل المواطن والمواطن بيقول لنا إحنا عايزين كذا وعايزين نعرف كذا أرجو إن أنتم في الفترة اللي جاية دي يعني توسعوا الأمور في إطار هذا الإنفتاح الإعلامي الجميل بما إنكم قررتوا إنه يبقى فيه ده يعني بما إنكم قررتوا إنه يبقى فيه الحكاية ترجمة نانسي قنقر